ثمّن سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام دعم سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة النابل أول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للشباب البحرينية وذلك من خلال المبادرات المتنوعة التي يطلقها سموه والتي تعكس حرص واهتمام سموه على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمواصلة الجهود الرامية لتهيئة المناخ المثالي لتمكين الشباب وتشجيعهم على إطلاق العنان إلى طاقاتهم وإبداعاتهم بما يثري مختلف مجالات الحياة وأكد الرميح خلال زيارته لموقع برنامج مسابقة موهبتك في البيت أن هذه المسابقة من المبادرات النوعية التي أطلقها سموه والتي تعد منصة حاضنة للمواهب البحرينية مضيفا أن المسابقة تمنح الفضاء للشباب لتقديم مواهبهم في قالب تنافسي يسهم في تعزيز الثقة بالمشاركين ويدفعهم نحو اكتساب المهارات ويعزز من أواصر وقيم المحبة والألفة بين أبناء الوطن الواحد وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مثل هذه المسابقات تؤكد ما يتمطع به الشباب البحريني من مواهب مختلفة يمكن صقلها على الشكل الذي تدفعهم للمشاركة في تنمية وتطوير المجالات المختلفة مؤكدا أن الوزارة حريصة على تسخير كافة الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم جميع المبادرات التي يطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على الشكل الذي يخدم تطلعات وأهداف سموه الرامية لخدمة المجتمع البحريني متمنيا في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في المسابقة